السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم في حلقة جديدة حلقتنا النهاردة عن جوجل نيوز المصدر الضخم ده من الزيارات نقدر نستفاد بازاي و ايه هي الحاجات المفروض نعملها علشان يجلنا زوار من جوجل نيوز معظم الناس في الفترة الاخيرة ضفت نفسها الاخبار جوجل المواقع الاخبارية و غير الاخبارية لكن في النهاية كلهم بيشتكوا انه مفيش زيارات بتيجي منها تمام طب ايه هو المفروض نعمله علشان يجلنا منها زيارات لان هي بالفعل مصدر كبير جدا من الترافيك اليومي و بالملايين كمان المفروض تعمل انت شوات حاجات كده انا هقولك عليهم دلوقتي راتبتهم لك في ملف تاكست و هسبهم لك برضو في الوصف تحت الفيديو لكن هنتكلم عنهم باستفادة برضو عشان الناس كلها تستفاد اخبار جوجل احنا طبيعي جدا ان احنا كلنا ضيفين نفسنا فيها و ضيفين الار اس اس اللي هو الخلاصات والحاجات ده كلها المهم في النهاية انت عامل كل حاجة في صفحتك بحيس انها تبقى موجود فيها مواضيع باستمرار و موجود ربط ما بين المدونة بتاعتك و جوجل نيوز الموضوع ده خلاص خلصنا منه وكل عمله زي الفل بالنسبة لنا بقى ليه ما بيجيش زيارات هقولك بالضبط ليه ما بيجيش زيارات اولا انت شخصيا بتستخدمش الترند و ما بتكتبش ما بتنشرش يومي النشر اليومي ده اول نقطة انت ضيف نفسك لاخبار جوجل و خلاص وكنت ضيفها علشان المدونة بتاعتك تبقى سريعة في الارشفة و خلاص على كده و مستني يجيلك زيارات طب هيجيلك منين ما هقولك بقى العوامل الاسسية اللي هتخليلك يجيلك زيارات من جوجل اول حاجة انك بتكتب اخبار حصرية مش منسوخة مفيش حاجة عندك اسمها اعاد الصياغة لان جوجل دلوقتي بتعتبر انه اعاد الصياغة او حتى المقالة اللي هي مترجمة دي مش حصرية خلاص لو اعاد الصياغة تبقى اعاد الصياغة من دماغك انت وبطريقتك ده عشان تكتب دايما اخبار حصرية ثانيا اه النسخ ده اللي هو مستمر لموقعك في اه احصائية كده جوجل بتعملها لموقعك لو نسبة النسخ اه عدد التمانين في المية في الموقع بتاعك بتبدأ تاخد عقوبة انت ما بتشوفش العقوبات دي ما بتحسش بيها بس ما بيجيلكش اه بيجيلكش زيارات من محرك البحث جوجل ما بيجيلكش زيارات من جوجل نيوز كمان مقالاتك بتبدأ ترجع في محرك البحث الموقع بتاعك بياخد عقوبة او بان من جوجل ده بالنسبة للنسخ المباشر اللي هو بتبقى تاخد نسخ مقالات او تسرق مقالات من الناس فاول حاجة علشان تاخد زوار من جوجل نيوز لازم تكتب مقالات حصرية اجيبها مني عم اسهل طريقة هتخش على اخبار جوجل نفسها وهتبحث في جوجل تريند وتشوف الحاجات اللي الناس بتكلم عنها يوميا النهاردة مثلا الحاجات دي الناس بتكلم عنها اعمل انا مقالة بالشكل وبصورة اجيب صورة كده حصرية واكتب مقالة عن الموضوع الرائج في المجتمع بتاعي الموضوع الرائج في المجتمع او في بلدي او في دولتي بصفة عامة يعني اكتب عنه اللي الناس بتبحث عنه او بتتكلم عنه يعني تكتب عن التريند ودي اول حاجة والكتابة على التريند ما رحش يجيب مقالة الى هحطها في موقعه وخلاص لا اكتب مقالة حصرية بايدك انت يكون معديها الالف كلمة فيها صور ممتازة فيها فيديوهات ده هيخليك تظهر في جوجل نيوز وكمان يجيلك منها ملايين مش قلوفات بس الزيارات خلاص لو انت مستمر عن نشر ليوم مقالة واثنين وثلاثة واربعة هتبقى ممتازة بالنسبة لك اكتب دائما اخبار حصرية يعني ما تنسخش خبر من حد خلاص حصرية يعني انت عرفت الخبر موجود اه في بلدك في المجتمع بتاعك فيه حاجة شائكة فيه موضوع كبير رائج هتتكلم عنه بطريقتك وتحط الصور وتحط فيديوهات فيديوهات مش شرط فيديوهات خاصة بيك فيديوهات خاصة بالخبر نفسه من اي قناة تانية والصور تبقى حصرية والكتابة تبقى حصرية دي اول حاجة هتعملها عشان يبدأ محرك البحث جوجل يجيب لك زوار من جوجل من اخبار جوجل او من جوجل نيوز يعني دي النقطة الاولى النقطة التالية خليك دائما الاول في كتابتها يعني شوف الترند النهاردة ويبدأ خليك انت صباك في الموضوع ده علشان تبقى ظاهر في الاول على طول دائما ويبقى خدت انت وش الايه التورتة زي ما بيقوله يعني ويبدأ يجيلك كمية كبيرة من الزيارات والباقي يروح للمواقع التانية خلاص يبقى انت الاول في الموضوع تكون سريع جدا في النوترند خلاص موجود النهاردة يبقى المقالة تكتب النهاردة ويكون من اول الناس اللي كتبت يعني يكون من اوائل اللي بيكتبوا الخبر في مجالك ده الجزء التاني علشان تبدأ يجيلك زيارات الجزء الحاجة التالتة بقى كل ما كان عدد الاخبار اليومية منشورة اكتر كل ما كان افضل افضل لمين افضل ليك انت لا افضل بالنسبة لجوجل ليه عدد الاخبار المنشورة اليومية دي جوجل نفسها بتعلي الرنك بتاع موقعك وبتبدأ تديلك اولوية في ان انت تظهر في الاول وبتعلي فرصة ان يجيلك زيارات كمان من المقالات دي يعني انت ما بتنشر مقالة واحدة مش زي ما بتنشر اتنين مش زي ما بتنشر تلاتة ودايما انشر باستمرار يعني ما تقفش يوم ورا يوم النهاردة نشرت مقالتين بكرة مثلا مقالة بعده ثلاثة وهكذا ما تقفش المهم ما بيقاش فيه يوم ما بيش فيه نشر دي الحاجة التالتة اللي هي عدد الاخبار اليومية عدد الاخبار اليومية المنشورة كل ما كانت اكتر كل ما كانت زياراتك من جوجل اكتر خلاص يا جماعة كل الكلام ده يا جماعة للناس اللي كلها اللي عمالة بتبعتلي رسائل وتقول لي احنا ضفنا نفسنا في جوجل نيوز ما بيجلناش منه الزيارة واحدة جب انت عملت ايه عشان يجيلك منه زيارات هو ده اللي احنا بنتكلم فيه عملت ايه عشان يجيلك زيارات من جوجل نيوز شفت الحاجات اللي احنا بنتكلم في هدي اعمالها وهتدعي لي ده عشان تزيد من اه 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 وخلي بالك في حاجة بقى برضو جوجل لما بت loyalty تعمل عنوان اعمل عنوان مش مش هتتكلم عن تصدر بقى دولوكي اعمل عنوان يكون جذاب للقارئ ويخلي قوي جدا نسبة النقر للظهور تبقى قوية عشان المقالة بتاعتك تفضل مصدرة تمام دي الحاجة اللي احنا لازم نأكد عليها جماعة انه انت بتكتب مقال علشان مستهدف ناس معينة جايل لك من خبر جايل لك من خلال جوجل نيوز اكتب لهم عنوان يكون شايت جدا بحيث ان هو يشوفه او يقرأ نصه يبقى عاوز يخش جوال واحده يبقى نسبة النقر للظهور زادت عندك يبقى انت موقعك ممتاز حتى المحتوى من الداخل جيد فالزائر يحب موقعك ويتابعه على جوجل نيوز دي الحاجة الرابعة اهتم انك تنشر اخبار يعني الخبر نفسه شكل الموضوع بتاعك الاجماري عبارة عن خبر مش موضوع عام كده او مفيش لي اه تنصيق معين او بيتجه نحو خبر معين لا انت اهتم انك تنشر اخبار مش موضوع عام يعني ابحث دائما عن الترند الترند بتجيبه ازاي بكل بساطة انا هقفل دي وهاجي هنا مثلا كده في جوجل وهكتب مثلا ايه هكتب جوجل جوجل نيوز او جوجل ترند جوجل ترند ببسط الامور وهضغط عليها كده هيبدأ يدخلك على الدولة بتاعتك اللي هي مصر هيجيب لك الحاجات الرائجة عندك اهيه في مجتمعك الحاجات اللي ظهر قدامك دي انت بالنسبة لك اعمل المزيد عشان تشوف يمكن يكون فيه حاجة منهم متوافقة مع موقعك تكتب عنها كل الحاجات اللي انت شايفها قدامك دي دي حاجات عامة اخبار رياضة كل الحاجات الشائكة في المجتمع دور عليها واكتب عنها زي ما انت شايف كده ولو دوست تحميل المزيد هيجي لك تاني هخش على اي جزء من الاجزاء دي وبعدها ابدأ اشوف هل المقالة دي ده موقع اليوم السابع دايما متصدر لانه النشر يومي وبطريقة منتظمة حاجة جميلة جدا يعني فانت بالنسبة لك مش هقول لك قلد لا خليك انت ليك بصمة وموقعك ليه بصمة معينة كده ليه شكل معين كده في موضوع كتابة المقال عشان تقدر تصدر به فدي الحاجة اللي هي يعتبر الخمسة استخدم دايما الصور بقى والفيديوهات لازم الصور والفيديوهات ليه لانه الصور والفيديوهات بيظهروا معاك في محرك البحث جوجل محرك البحث جوجل واخبار جوجل نيوز بتحب الصور والفيديوهات علشان تتصدر بيه المقال بتاعك لازم ان يكون حصري صور وزي ما اتفقنا نسبة النص سبعين في المية نسبة الصور عشرين في المية ونسبة الفيديوهات عشرة في المية بالطريقة دي هتقدر ان انت يجي لك زيارات من جوجل ويجي لك زيارات من جوجل نيوز اللي انت بتشتكي منها بتقول ما بيجيش ليا زيارات منها خالص الحلقة دي يا جماعة للناس اللي سألتني كتير ناس كتير بتبعاتلي رسائل انه مفيش زيارات من جوجل نيوز مفيش زيارات انت بتعمل اربعتاشر او خمستاشر مقال وبتقف طي هيجي لك زيارات منين ما خلاص مش هيجي لك حاجة انت فيه ناس بتكتب بالعشرة وبالخمستاشر مقال في اليوم الواحد انت كتب في موقعك كله على بعضه خمستاشر مقال طيب هيجي لك اخبار منين هيجي لك من اخبار جوجل زيارات ازاي لازم تستمر عن نشر النشر اليومي وده اللي احنا اكدنا فيها جماعة كتير جدا فيه حلقات البس المباشر اللي كل يوم بنعملها انا بيت اكسف موضوع حلقات البس المباشر عشان اوصل المعلومة ابسط ما انا بوصلها للناس عندي في حلقة سابتة زي كده عشان كده بقولك الاستمرارية واحتوى جيد دايما تضمن صور وفيديوهات في مقالاتك وتدور على الترند وبالطريقة دي ان شاء الله يتوصل لأكبر عدد ممكن من الزوار اليوميين اللي هما بيالالوفات وبيالملايين كمان لموقعك وفي نهاية الحلقة اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته